7305 أيام مغت من 9 نيسان 2003 حتى اليوم 9 نيسان 2023 ما أعرف أنه سميها بالعشرين العجاف يُفترض كان 9 نيسان يكون عيد وطني نحتفل بيه بسقوط الدكتاتورية وبداية الأهد الديمقراطي ولكن للأسف أصبح 9 نيسان يوم حداق لما تبع تلك الدكتاتورية المقيتة من نظام لا يمكن أن نجد فيه أي خصلة إيجابية أي خصلة إيجابية موجودة لا الديمقراطية طبقة صحيح لا الدستور شرع بشكل مدروس بكثير من الغام كثير من التناقضات كثير من ما يمكن تأويله حسب نزاج الطبقة السياسية وتأثيرها على المحكمة الاتحادية وغير ذلك إضافة إلى ما تأسس من قبل القوات الثالوث المشؤوم السياسي الثالوث السياسي مشؤوم الشيعي السني الكردي من عملية سياسية بائس أسسوها على أساس المحاصصة على أساس الطائفية والعرقية السياسية وفي الجانب العربي على أساس تسييس الدين الإسلام السياسي وطبعا لذلك أقول أن ما حصل من وضع كارثي في العراق ليس من صنع الاحتلال ليس تبرئة للاحتلال ولكن أقول هو صناعة عراقية محاوة صحيح هناك تأثير للدول الإقليمية سيئة سلبية إن كان من إيران إن كان من السعودية إن كان من كل المحيط العربي بالواقع ولكن الأساس هو أن هذه الصناعة السيئة البائس هي صناعة عراقية محظة صناعتها هذه القوة السياسية المنتمية إلى هذه المكونات الثلاثة أو المدعية تمثيلها لهذه المكونات وكذلك طبعا الشعب لدور في الموضوع ولا يدام ما عندها تجربة ديمقراطية سابقة أبدا يعني ناهيك على 35 سنة من دكستاطورية تقدام ولكن حتى قبل ذلك لم تكن هناك تجربة ديمقراطية 500 سنة احتلال عثماني وبعدها أيضا هذا فيما يتعلق بالإخفاقات أستاذ ضياء بعد ترحيبك ثانية إلى جانب الإخفاقات التي تحدثت عنها ماذا عن أبرز ما تحقق خلال العشرين عاما الماضية يعني شهدنا عودة العراق لمحيطه الإقليمي ظهرت القدرة الاجتماعية العراقية على إحداث التغيير فالتغيير حدث من خلال الشارع أو المجتمع وغيرها ربما من الإنجازات نعم في الواقع ليس هناك نظام سيء بالمطلق ولا جيد بالمطلق حتى الأنظمة الدكتاطورية عدهم أحيانا إنجازات إيجابية يعني صدام دولة حماقة مع الكويت أيضا كان إلى موقع عربي جيد بالواقع ومنتمي للمحيط العربي ما عنده أي مشكلة ولكن حماقة لأنه بالواقع المحيط العربي ما ينظر للأنظمة أنه كم هي ديمقراطية ودكتاطورية يعني معايير هي معايير أخرى مو معايير الحداثة ولذلك يعني طبعا يعني الحكومة مهما تكون سيئة هي ليست سيئة بالمطلق ثم من مصلحتها من مصلحتها أيضا أن تحقق بعض الإنجازات التي تفيدها هي يعني عندما تكون الحكومة معزولة عربيا وأقليميا أكيدا هذا لا يمثل عنصر قوة لها بل عنصر ضعف ولذلك هم يعني وإن كانوا بعيدين عن العقلانية ولكن قدر من العقلانية موجودة التي تحتم عليهم أنهم يفتحون على محيطهم العربي لأن محيط العربي كان بالواقع أيضا ابتداء هو كان موقف السلبي من التغيير أيضا نكون صريحين ما نخذيها فقط يعني دراس السياسي العراقيين محيط العربي أصلا هو كان سلبي تجاه التغيير في العراق طيب والعراق أيضا لم يمارس السياسة بحيث غير الصورة يعني أقصد العراق أقصد الطبقة السياسية لحكومة هذا الانفتاح صحيح جيد يعني أكيد يعني تحاول أي حكومة تحقق إنجازات كل الحكومات السابقة التي لم تكن ديمقراطية طبعا مو ديكتاتورية بزي ديكتاتورية صدام عد الملكي بإيجابيات ولكن أيضا ما كان تجربة ديمقراطية عد عبد الكريم قاسم بإيجابيات منافع وطنية ولكن أيضا ما تجربة ديمقراطية لكن بهذا الشكل يعني بعد التغيير بالواقع يعني يفترض إنه إحنا نبدأ بنظام ديمقراطية الجوي الشيئة يحملون مشروع شيعي إسلام مشروع شيعي إسلامي وليس مشروع وطني ديمقراطي